مع استمرار أزمة البحر الأحمر يكثر الحديث عن ميناء بربرة الذي قد يتحول لمحور هام في عملية النقل البحرية التي قد تنقذ سلاسل الإمداد العالمية ميناء بربرة يقع على الساحل الشمالي للصومال والطرف الجنوبية الشرقي لخليج عدن تحديدا عند مضيق باب المندب رابع أهم المعابر البحرية العالمية يعود تاريخ تأسيسه لأكثر من مئة عام ولديه رصيف يبلغ عرضه 300 متر وهو لاعب أساسي في تنفس الاقتصادية القائمة على الضفة الأفريقية من البحر الأحمر يتم التعامل مع ما يقرب من 250 ألف طن من البضائع وأكثر من 130 سفينة في الميناء كل عام يربط دولا أفريقية عديدة بشرق الأوسط وأوروبا وحتى أمريكا الشمالية نتحدث عن قلب القرن الأفريقي ما يفتح الباب أمام الكثير من الاستثمارات المكاسب قد تكون كثيرة في حال توجهت له كبرى سفن الشحن العالمية وزادت حركة البضائع نحوه تزامنا مع عمليات التوسيع والتحديث التي يشهدها محطة الحاويات في الميناء هي منشأة جديدة دخلت حيز التشغيل في يونيو من عام 2021 ذات التصميم العميق فهي مزودة برصيف بطول 400 متر طبعا كل هذا يسمح بالتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم ورفع الطاقة الاستعابية للحاويات في الميناء التي قد تصل إلى مستوى حجم الحاويات التي تمر بموانئ جيبوتي لكن بحكم قربه من بؤرة التوتر يثير قلقا للكثير من شركات الشحن الدولية ربما ترجمة نانسي قنقر